دعوة قضائية لوقف عرض الكبير الجزء السادس بسبب مربوحة يبدو أن الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير التي شهدت زفاف الكبير على مربوحة لن تمر مرور القرام حيث أقيمت دعوة قضائية لوقف عرض المسلسل بسببها أقامت الدكتورة كوسر محمود بصفتها النقيب العام للتمريد المصري دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلبت فيها بوقف عرض المسلسل الكبير أول جزء السادس الذي يعرض حاليا عبر قناة ON-E لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية وفقا لما ورد في موقع العربية وقالت النقيب العام للتمريد في دعواها أنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظا وفعلا وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية وأضافت كمان مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة لكي تسير غريزته وهو إسقاط كبير وإحاء شنيع من شأنه الإدرار بممرضة المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنزيرتها من الممرضات في أي بلد آخر وبناء عليه طلبت الدكتورة كوسر في دعواها بوقف عرض مسلسل الكبير الجزء السادس لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أو السادس مشهد طريفا بين النجمة أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد هو مشهد ليلة الدخلة تحاول مربوحة التقرب من الكبير وإغراءه لكن بطريقتها الخاصة فظهرت ترتدي ملابس غريبة صدمته كثيرا وفي البداية ظهرت ترتدي جلباب أبيض وعليه إداءات كثيرة ثم ارتدت ملابس ممرضة ووضعت عليها محليل ثم ظهرت له ترتدي بدلة شخصية طيجر ثم على شكل وردة وتداول رواد موقع تويتر صور رحمة أحمد من المشهد دي كانت كل تفاصيل الخبر لو وصلت معنا لحد اللحظة دي ما تنساش تدعمنا وتضغط لايك تشترك في القناة تفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد في عالم الأخبار والترنت والتصراحات الجريئة والغريبة لكل الفنانين